يمكن تستغرب أنا في رحلات يعني بيومين بعملها بثلاثة أيام بتكلفنيش أكثر من 20 يورو اللي هنم يتشيكل كيف؟ لأنه نومي بالخيمة وأكلي أنا بأخذه معاي يعني نوم بالخيمة مع تحديات الطقس مثل شوفناك كبان مقابلة أنا بستثمر مرة واحدة بالخيمة منيحة مثلاً اللي تكون تتحمل درجات حرارة منيحة عواصف يعني وهذه الشغلات بس هاي الشغلة بتضلها معاي عطول وبيوفر لي كثير مصاري وبيعطيني مجاني أن أتحدى حالي بالطبيعة بس كمان يعني من ناحية ثانية مثلها مثل أي هواية ثانية عفافة ممكن تكون اللي أنت في الأول لازم تستثمر لازم تشتري المعدات الصح لازم تشتري المعدات والتقنيات اللي تبقى معك لسنين كثير طويلة وبعدين وكأنه ببطل في هاي التكاليف الباغضة وما إلى ذلك مزبوط في منه الحقيقة وتنقل أصلاً مشكلة عام حتى إذا كتروح على منطقة ثانية في أوروبا التنقل في أوروبا كثير التنقل بسيط طبعاً أكيد بس يعني الإشي بكون ممكن الواحد يتحكم يتحكم ممكن يخطط الإشي حسب ميزانيته يعني يعني أنا اليوم إذا بدي أخطط معي ميزانية مثلاً تنقل مئة يورو أنا أعرف كيف أخطط الإشي على أن أظل بهذا الإطار يعني ممكن تكون رحلاتي كمان أكل بكثير من يعني ممكن تكون أبسط وأبسط وممكن حسب كداش الإشي يكون معقد أكثر كداش يكون مكلف أكثر أكيد يعني بس خلال عشر سنين حاولت أن أستثمر كل الأشياء بالأشياء اللي بتفيدني لشغف أنا بد